اشتركوا في القناة من اقدم او ربما اقدم شركة من شركات الطيران في الشرق الاوسط هذه الشركة تأسست ربما البعض الكثير منكم لا يعرف ذلك تأسست عام 1945 واول رحلة الها كانت يوم 28 كانون الثاني 1946 اول رحلة لشركة الخطوط الجوية العراقية فشركة قديمة راسخة لها وزنها لها تأثيرها وحتى بالعالم شركات كلها تأسست فيما بعد وراها الحقيقة كثير من الفعاليات الموجودة بالحياة بالعراق كان لها الريادة من ضمنها التلفزيون الإذاعة وغيرها كثير كثير من القضايا التي كانت كان للعراق الريادة في تأسيسها والحديث اليوم ربما تحدثت سابقا في حلقة عن هذا الموضوع لكن حديث عنه مؤلم يعني لابد من اللي عادة اللي عادة في أنا ذكرت ليش ذكرت يعني متى تأسست هذه الشركة وهي أقدم شركة في الشرق الأوسط واحدة من من أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط هكذا اللي نقول اللي جعلني أقول ذلك هو اليوم صدر يعني قبل يومين أو صدر عن شركة سكايتراكس البريطانية تصدر تصنيف للشركات في العالم شركات الطيران في العالم هذا التصنيف أخرجت شركة الخطوط الجوية العراقية خارج التصنيف خارج طيران الشرق الأوسط لعام 2023 يعني هذه الشركة غير موجودة على لوائح أو أو تصنيفات هذه تصنيفات البريطانية هذه الشركة البريطانية مختصة في تصنيف الشركات العاملة التي لها مستوى معين هم خالي اللفل معين مستوى معين من يصل إلى هذا المستوى يرتفع عنها يدخل هذا التصنيف مثل الجامعات العراقي لم تدخل التصنيف لا تحتسب لأنه ما عندنا التعليم فالآن ما عندنا طيران يعني شركة طيران هذه لا تعتبر شركة الطيران هذه اي شيء اخر سميها ما شئت لكن مش شركة الطيران لا يعترف بها لمواعيدها لطيرانها لشكل تنقل كثير امور اكيد معايير كثيرة ادت الى ان يقولوا انها ان هذه الشركة خارج معايير شركات الطيران في الشرق الاوسط لعام الفين وثلاثة وعشرين قبل مدة قصيرة كان تقرير لهيئة النزاهة اظهر حول اداء القطوط الجوية العراقية اظهر ان الشركة خاسرة تعاني من خسارة وغارقة بالديون التقرير تحدث عن طائرات معطلة عددها اكثر من عشرين طائرة قال تحتاج الى مئة وسبعين مليون دولار لتصليحها فقط هذه الطائرات نايمة وصار مطار بغداد مقبرة لها تحتاج مئة وسبعين مليون دولار لتصليحها والشركة ما ديونها يعني للحكومة والبنوق ما اخذه من البنوق مئة وثمانة وعشرين مليون دولار وديونها الخارجية ستة وثلاثين مليون دولار يعني المبلغ يتجاوز المئة وخمسين مليون دولار اكثر من مئة وخمسين مليون دولار حقيقة مئة وستين مليون دولار حوالي الديون ما للشركة داخلية وخارجية ومستوى الخدمات هذا التقرير يقول مو احنا نقول يقول مستوى الخدمات لا تتناسب مع عدد الموظفين موظفين بها حوالي خمسة الاف موظفهم لا يحتاجوا الا ربع او اقل من ربع هذا العدد من الموظفين لتشغيل الشركة بكل طاقتها بكل قدراتها شركة شركة متمكنة اكثر من خمسة الاف موظف التقرير تحدث عن عقود ابرمت هذه الشركة مع شركات خارجية ايرانية وغير ايرانية لتقديم خدمات خاصة لهذه الشركة وهذه العقود فيها الكثير من الفساد وفيها الكثير من الاهدار والاضرار بالمال العام تقرير تحدث عن سوء الادارة والتخطيط في هذه الشركة الحقيقة ان الحديث عن يعني ان تصبح شركة الخضوجوية العراقية هذا الطائر الاخضر اللي يسموه العراقي خضوجوية العراقية اللي كنا نتباهى بها في ثمانينات وسبعينات وستينات القرن الماضي نتباهى بهذه الشركة يعني قبل قبل الحصار اللي منعوا في الطيران العراقي من التحليق الان على ذكر المنع الطيران الخطوط الجوال العراقية ممنوعة من الدخول الى اوروبا لانه معايير السلامة بها غير موجودة والسلطات الطيران الاوروبي منعت دخول طائرات الاجواء الاوروبية الطائرات العراقية يعني عقوبات فرضتها عدم الطيران في اجواءها يعني توفرها على شروط من قبل سلطات الطيران الاوروبية لا تقبل هناك شروط يعني متوفرة في هذه في طيران في خطوط الجوال العراقية وهذا السوء الذي في شركة الخطوط الجوال العراقية لم يأتي عبطا لم يأتي اعتباطا هكذا هناك من يسعى إلى تخريب هذه الشركة لانه هناك شركات تابعة لأحزاب وقوى هناك شركة تابعة العمار الحكيم واحدة ما عرفوا من تابعة صوالاغ وغيره وكثيرين اعتهم شركات طيران وشغلون طائراتهم اذا اشتغلت شركة الخطوط الجوال العراقية الحكومية بكل كفاءتها وكانت يعني عند مستوى معين ونالت الرضا وعادت إلى مجدها هذا سيمنع الشركات الأخرى سيقطع سيقطع الطريق أمام الشركات الأخرى اللي تعمل هذه الشركات اللي يأسس هي عمار الحكيم وغير عمار الحكيم اللي هم شركات ومقاولين وحزاب وميليشيات هذه تريد هذه أرباح كبيرة جدا تريد لهذه الطيارات أن تطير فلذلك يحاربون هذه الشركة واسقطونها ووصولونها إلى هذا الحال من خلال فساد من خلال سوء إدارة وتخطيط فبالتالي الشركة كانت زاهية متمكنة مقتدرة جميلة رائعة لها تاريخ طويل عام 1945 تأسست وأول رحلة إلها يعني في شهر الأول كان من الثاني عام 1946 يوم 28 واحد عام 1946 والآن بعد كل هذه السنوات وإذا بالشركة خارج كل التصنيفات والكل لا يعترف بها والكل لا يقبلها هذا مقصود الحقيقة يعني العيب ليس في الشركة فقط وإذا كان العيب في الشركة فهو مقصود أن يكون هناك عيبا في هذه الشركة مقصود أن يكون هناك سوء إدارة وسوء تخطيط في هذه الشركة لكي لا تستطيع أن تؤدي ما مطلوب من عندها تكون بالمستوى والوجه الجميل لكي تعمل الشركات الأخرى التي أصحاب عمار الحكيم وقر عمار الحكيم هذا واقع الحال وهذه هي الحقيقة فبالتالي نحن نعاني من هذا الحال وهذا الحال ممكن أن نطبق على كل القطاعات الأخرى ليس فقط في الطيران كل القطاعات ستجدون نفس القضية ستجدون أن الحكومة متواطئة مع الميليشيات مع القوى مع شخصيات مستثمرة بالتعليم وغير التعليم بالصحة وبالمستشفيات الأهلية والمدارس الأهلية والجامعات الأهلية ما أعرف كل هذا والنقل الأهلي وبالتالي أنت أمام معضلة كبيرة جدا جدا من يحكم العراق؟ وهذا السؤال الذي يطرح نفسه وبالتالي الخطوط الجوية العراقية تكون خارج التصنيف ولا يعترف بها وهي خارج قوائم شركات الطيران في الشرق الأوسط مع الأسف وهي كانت من أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة